اشتركوا في القناة وهو يتكلم عن كيفية كتابة الخبر الصحفي الاهداف المطلوبة منك ان تكتب خبرا صحفيا مكتمل العناصر وان تقدم عرضا معلوماتيا عن كتاب او مجلة او قصة او ديوان شعري الاطفال الى اخير تعالوا بنا مطلوب منك ان تكتب عنوان الخبر اعلى الصورة التي تناسبه عندنا بعض العنوين هذه هي العنوين ومطلوب منك ان تكتب العنوان المناسب عندنا مثلا مثل هذه الصورة فاخترنا لها هذا العنوان المشروبات الغازية تزيد فرط النشاط والتوتر والاكتئاب الصورة التالية مدينة القحمة جاهزة لاستضافة مهرجان عسير البحري الصورة التالية لقاح جديد يهاجم طفالي الملاريا داخل البعوضة الى اخره من هذه الصورة فمطلوب منك مطلوب منك ولدي ان تتدرب على كيفية كتابة الخبر الصحفي وهناك بعض الاشياء لا بد ان تتعلمها سنقولها بعد ان ننتهي من هذه الامور فمثلا مطلوب منك هنا ان تضع عنوان مناسبا لكل خبر من الاخبار الصحفية التالية تختتم او تختتم غدا الاربعاء دورة تدريبية حول اساسيات كتابة الخبر الصحفي بمشاركة مئة وثلاثين عضون الى اخره فالعنوان هو تدريب الطلاب على الكتابة الصحفية وهذا العنوان ايضا عن هذا الخبر يرعى صاحب السمو الملاكي الامير محمد بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة مساء اليوم حفلة افتتاح مهرجان الربيع فالى اخره افتتاح مهرجان الربيع بالباح الى اخره من هذه الاخبار المطلوب منك ان تضع لها عنوانا مناسبا هنا مطلوب منك ان تتخيل انك مندوب لصحيفة محلية وبالمناسبة كتابة الخبر الصحفي لابد ان تراعي فيه بعض الاشياء وهذه الاشياء لابد ان يكون الخبر من مصدر موثوق يعني لا تكتب اي خبر والسلام لا لابد ان يكون الخبر من مصادر موثوقة وان تلتزم بالخطوات الاتية اولا البحث عن الخبر ماذا نعني اي تقصي حدث من الاحداث بالمشاهدة والمقابلة مع من لهم صلة بالحدث وتصوير الحدث او الشخصيات المتعلقة به ثم المرحلة الثانية اختيار العنوان وهذا شيء مهم لان العنوان كلما كان العنوان الذي تختاره فيه تشويق وفيه صدق وفيه اثارة للمشاهد او للمستمع فتكون بذلك قد نجحت في كتابة خبر صحفي فاختيار العنوان يعني وضع عنوان مناسب يوحي بمضمون الخبر وطبعا لابد ان العنوان الذي تختاره ان يعبر عن مضمون الخبر يعني لا يكون العنوان في واد والخبر في واد آخر ويكون واضحا وجذابا ويكتب بخط عريض وبارز للفت انتباه القارئ هذا هو صفات العنوان الالمان بجوانب الخبر جميعها وذلك بالإجابة عن الأسئلة الستة التالية الأسئلة من ماذا متى كيف أين ولماذا إدراج مصدر الخبر أي كتابة موقع الخبر أو اسم وكالة الأنباء أو المندوب الصحفي في موضعه من الخبر مثلا تقول الرياض محمد علي أو لندن ألف فأبا إلى أخير لابد أن تدرج مصدر الخبر لا تقول خبرا لا تقول خبرا والسلام لا كلامك لابد أن يكون موثقا وأن تقول للناس أو للقراء المصدر الذي أتيت به لهذا الخبر توثيق الخبر بالصورة وهناك مقولة دائما يقولها أهل الصحافة بأن الصورة خير من ألف كلمة صورة واحدة تعني الكثير وخاصة لأن الصورة يستطيع أن يفهمها كل الناس المتعلم منهم والجاهل المثقف والذي تعليمه بسيط أو ثقافته محدودة فالصورة شيء معبر فتوثيق الخبر بالصورة هذا شيء منهم أي التقاط صورة من موقع الخبر وكتاب التعليق مناسب تحت هذا الخبر فخلاصة الكلام في كتابة الخبر الصحفي لا بد أن توثق الخبر بصورة وأن تدرج مصدر الخبر وأن تبحث عن الخبر وتتأكد من مصدره وأن تختار العنوان المناسب وأن تكون ملماً بجوانب الخبر الذي تتكلم عنه وأن نكون بذلك يا أولادي قد وصلنا إلى نهاية درسنا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته